اشتركوا في القناة لها مباركة ومفيدة حديثي في هذا اليوم سيكون حول موضوع من أهم الموضوعات التي يكاد الخلق كلهم أجمع على طلبها والسعي وراءها ألا وهي السعادة فالسعادة مطلب كل حي ولذلك ما من أحد في هذا الوجود إلا وهو يسعى للسعادة فتجد الناس يعني على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أطيافهم وعلى اختلاف لغاتهم يسعون إلى هذه السعادة لماذا لأن هذه الدنيا في واقع الأمر هي دار تكليف ودار عمل ودار نصب ودار تعب ودار ابتلاءات الجنة هي الدار التي ليس فيها نصب ولا تعب نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار أما هذه الدنيا فالإنسان في واقع الأمر في معركة مع الشيطان معركة مع النفس الأمارة بالسوء معركة مع مصائب الحياة ومتاعبها لقد خلقنا الإنسان في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ولذلك تجد أغلب الخلق بل جميع الخلق حتى يكاد أن يكون إجمع على أنهم يريدون السعادة ولا أعرف أحد قيل له هل تحب أن تكون سعيدا فيقول لا إلا يكون فاقدا لعقله فما من أحد إلا وهو يريد السعادة لكن العجيب اختلاف مشارب الناس فمن الناس من يظن أن السعادة تكون في المال ولذلك يسعى ويلهث وراء المال ثم يكتشف بأن المال لم يوفر له السعادة أصبح هو حارس على هذا المال شقي بماله ما وفر له المال السعادة تجد أناس يسعون إلى طلب السعادة عن طريق مثلا الجاه فيسعى لأن ينال أعلى الرتب الدنيوي ويكتشف بعد حين بأن هذه الرتبة لم توفر له السعادة تجد بعض الناس يعتقد بأن السعادة هي أن يشتري سيارة فارحة واشترى السيارة الفارحة لكن هذه السعادة لم توفر له السعادة ولم تضف له شيء يعتقد بعض الناس أن السعادة في بناء منزل ما يسمى ببيت العمر منزل العمر وأنه بيت واسع وغرفه كثيرة وملحقاته عديدة ويفعل هذا لكن يكتشف بأن ما وفر له السعادة ما وفر له السعادة التي ينشدها ويطربها ويبتغيها ولذلك أخواني وأخواتي أغلب الناس بل جميع الأسر تريد أن تكون أسر مستقرة بوت مطمئنة أسر سعيدة لكن أغلب الأسر للأسف الشديد يخطئون الطريق الذي يوصلهم إلى السعادة ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقام زيد من أراد السعادة فعليه أن يذهب إلى مضانها من أراد السعادة فليلج أبوابها أنا لا أقول والله أقول أن المال أو الجاه أو البيت الواسع أو السيارة الفارحة لا توفر السعادة لا قد توفر السعادة لكن ليست السعادة بالقدر الكافي ليست السعادة التي فعلا يعيش الإنسان فيها حياة مطمئنة وعيشها رضية وحياة هنية لا قد توفر له سعادة وقتية تنطفئ قد توفر له سعادة لكن ليست بالقدر الذي ينشده الإنسان ولذلك إخواني وأخواتي أعظم شيء يوفر لك السعادة هو الإيمان احرص على الإيمان والدليل قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحينه حياة طيبة ولن نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني أنا وأنتم تشاهدون في هذا العالم كثير من الناس الذين قد يكون عندهم إمبراطوريات مالية يصدق أن يقال فلان إمبراطور مالي هو في نهاية المطاف يقول ما وفر لهذا المال السعادة فتجد يتبرع بأمواله مثلا أو أنه يذهب ليعيش في كوخ مثلا صغير يريد أن يفر من هذا الضجيج وهذه الحياة المليئة بالصخب يريد السعادة السعادة في الإيمان السعادة لما ذاقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان تخلوا عن الدنيا عاشوا وكان بعضهم مترفا ترك هذا كله ورضي باليسير لماذا؟ لأنه دخل جنة السعادة السعادة جنة في هذه الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة هي الإيمان الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله أن تؤمن بالله وأن تؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل أن تعمل بشعب الإيمان أن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تتبع سنته المسألة يسيرة لمن يسره الله عز وجل له ولذلك أن تتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى تتأمل وتتدبر في آيات الله تعالى الشرعية وفي آيات الله الكونية هذه تضفي على قلبك سعادة وعلى روحك سعادة يعني لو علم بها الآخرون لجالدوك عليها بالسيوف ولبذل الأموال لأجل أن يحصلوا عليها وهي يسيرة ولله الحمد والمن ولذلك تجد أكثر أهل تجد أكثر الناس سعادة أهل الإيمان سبحان الله العظيم لماذا؟ عندهم من الإيمان ما يجذب هذه السعادة فتجد عندهم من الارتياح وتجد عندهم من النعيم حتى أن بعضهم يعني يقول يشعر كأنه يعني يشم رائحة الجنة رائحة الجنة لماذا؟ لأنه عاش طاعة وعبادة وطهر ونقاء عاش يستظل بظلال الإيمان فلذلك أخواني البيوت المطمئنة هي البيوت المؤمنة البيوت السعيدة هي البيوت المؤمنة فإذا توفر الإيمان لدى الأسرة جاءتهم السعادة تدخل عليهم مع الأبواب ومع النوافذ وتستقر وتتربع في هذا البيت لذلك تجد بعض البيوت مضطربة قلقة البيوت فيها أشياء غير طبيعي لأنه فاقدة للإيمان ولذلك أعظم شيء الإيمان إذا أردت السعادة فعليك بالإيمان الأمر الآخر أخواني وأخواتي طبعا قبل ما أنتقل للأمر الآخر قضية الإيمان ليست بالمناسبة قضية اختيارية وليست هي قضية ذوقية والله لا هذا فرض عليك فرض عليك لكن أنت أحيانا قد يخطئ الإنسان الطريق فيرجع إلى الإيمان فيشعر بالسعاد إذا عرفت فالزم إذا عرفت وذوق طعم الإيمان إلزمه لأن هذا الذي فيه السعاد أمر آخر من أعظم الأسباب التي تقود إلى السعادة وانشراه الصدر التعلق بأسماء الله تعالى الحسنة وهذا سبحان الله العظيم نحن قد يكون أغلبنا بعيد عن مثل هذا الأمر الله عز وجل تعرف علينا وإلينا بأسمائه قال وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ فَادْعُوهُ بِهَا والله جل وعلاه الأسماء الحسنة التي بلغت في الحسنة الغاية والمنتهى وهي أسماء توقيفية لما جال للعقل والاجتهاد فيها بوجه من الوجوه وَدَعَانَا رَبُّنَا جل وعلاه أن ندعوه بها قال وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ فَادْعُوهُ بِهَا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ لذلك الإنسان يتأمل في هذه الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة من أحصاها قيل حفظها وقيل عدها وقيل فهمها وعمل بمقتضاها والذي يظهر أنها تجمع هذه الثلاث العد والإحصاء وتتبع هذه الأسماء ومعرفة ما اجتملت عليه هذه الأسماء الحسنة لما تريد أن تتوب إلى الله ماذا تقول؟ تقول يا تواب لما تريد رحمة الله عز وجل تقول يا رحيم لما تريد الغناء تقول يا غني لما تريد الستر تقول يا ستير لما تريد القوة تقول يا قوي هكذا المؤمن يتعامل مع أسماء الله تعالى الحسن لذلك مهم جدا أن الإنسان يكون له نصيب من تدبر وتعقل وتفهم أسماء الله تعالى الحسن وأن يتعامل معها بمثل هذه الطريق كل أحد من البشر يكره أنك تكثر سؤاله أي إنسان من البشر يكره أنك تكثر من السؤال تسأل مرة الأولى قد يعطيك المرة الثانية ليس بذاك المرة الثالثة قد يكره سماع صوتك ويكره مرور ذاتك من عنده ولا يريدك لكن الله عز وجل وعز سبحانه يحب المكثرين من سؤال يحب الملحين بالدعاء يحب الذين يتملقون فيسألونه سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه الجواد الكريم الذي خزائنه ملأ خزائنه ملأ أغلب الناس الآن بعض الناس قد يعلق أسماء الله تعالى الحسنة في البيوت في لوحة جميلة ومزخرة لكن الأسف ما يعمل بمقتضاه بل بعضهم ما يفهم هذه الأسماء ذلك مهم إخواني وأخواتي التعلق بأسماء الله تعالى الحسنة ودعاء الله عز وجل بها أني أعرف ما معنى الرحمن ما معنى الرحيم ما معنى الكريم ما معنى الودود ما معنى الجواد ما معنى اللطيف أسماء أظيمة أمر آخر من الأمور التي تجلب السعادة للإنسان وللبيوت عموما أن يكون للإنسان نفع متعدي نفع متعدي بمعنى أن يكون للإنسان دور في الحياة يعني الآن يوجد بعض الأطباء النفسانيين الذين يعالجون بعض المرضى الذين لديهم عقد نفسية لديهم إشكالات مثلا فتجد يرشده إلى ماذا يقول اذهبي في عمل تطوعي يقول اذهب في عمل تطوعي ديننا يأمرنا قبل هذا وذاك أن يكون لنا مبادرات أن يكون لنا عمل تطوعي أن يكون لنا إسهامات تفريج كرب المكروبين التيسير على المعسرين ستر المسلمين والمسلمات إغاثة الملهوفين هذا ديننا يأمرنا بذلك الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة النبي عليه الصلاة تسمد ذهب أبعد منها قال في كل ذات كبد رطي بأجر فلما تسهم بعمل خيري بمساعدة بشيء أنت في واقع الأمر جلبت لنفسك السعادة من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر وذلك شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعليه وحش في صدري قسوة يشعر بضيق في صدره فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه علاج لضيق الصدر للقسوة أعطاه علاج ما هو قال أطعم المسكين وامسح رأس اليت أطعم المسكين وامسح رأس اليت هذا نفع متعدي هذا عمل يعني عمل خيري اليتيم هذا الذي حرم من من أبيه يشعر طبعا بالنقص يحتاج كمية من الحنان يحتاج إلى احتضان يحتاج فلما تضع يدك على رأسه كأنك يعني تبعث رسائل له بالطمأنينة وأن هناك من يسندك هناك من يقف معك ثم وقال أطعم المسكين أطعم المسكين ولذلك أخواني وأخواتي مسألة أن يكون لك مبادرات يكون لك إسهامات يكون لك عمل تطوعي هذا من أعظم الأسباب الجالبة للسعادة الحديث له بقي لكن إن شاء الله نكمله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني أحياكم الله إخواني وأخواتي ما زال حديثي حول السعادة وكيف تطلب ذلك أن الناس مشارب وطرق ومسالك في قضية طلب السعادة والحصول عليه فتجد من الناس من يعتقد بأن السعادة في المال من الناس من يعتقد أن السعادة في الجاه من الناس من يعتقد أن السعادة في سيارة فالها في بيت سقفه مرفوع فيه أشياء كثيرة في الغالب إذا تأملتها تجدها دنيوية هذه الأشياء قد توفر سعادة لكنها وقتية قد توفر سعادة لكنها ليست بالقدر الكافي السعادة كما ذكرت في الإيمان بالله عز وجل السعادة في التعلق بأسماء الله تعالى الحسن السعادة في أن يكون لك دور في هذه الحياة الحياة هذه مسرح لا بد أن يكون لك دور في مسرح هذه الحياة وذلك بأن يكون لك نفع متعدد متى ما أن انتصرت على الأنانية والذاتية أعرف بأنك سعيد أتعس الناس وأشق الناس هؤلاء الذين لا يرون إلا أنفسهم لذلك تجد بعض البيوت الأسف الشديد يعني أشقياء في بيوتهم وسبب ذلك الأنانية والذاتية ليس لهم دور في مسرح هذه الحياة ما كان لهم دور في مسرح هذه الحياة ولذلك انكفأوا على ذواتهم تقوقعوا في بيوتهم تركوا يعني ما يسمى بالخدمة المجتمعية طبعا الآن عندنا مصطلحات كثيرة الخدمة المجتمعية لعمل التطوع هذا كلهم موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نبذل المعروف والإحسان وأن لا يكون الإنسان أناني وذاتي ولا يرى الآخرين هذه الوصفات الطبية النفسية لمن يعاني إشكالات اذهب فشارك في عمل تطوعي هذا في ديننا ما تحتاج فأنت قبل أن تمرض كن سعيدا بهذا العمل التطوعي كن يعني سعيدا بهذا العمل الخيري امسح رأس اليتيم أطعم المسكين الآن ولله الحمد كثير من الجمعيات الموجودة مثلا تفتح باب التطوع بالنسبة لمن يريد أن يتطوع في خدمة الناس تعرفون الناس أزمات ومآسي المشاركة مشاركة هؤلاء في مثل هذا العمل ومسح الآلام التي مروا بها من خلال الابتسامة من خلال تقديم المساعدة من يحتاج إلى إسعاف هذا كله يعود عليك بالسعادة ليس هناك أجمل ولا أروع من أن يعيش الناس للآخرين ربنا جل وعلى ماذا يقول يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء الشفاعة هذه زكاة الجاه إذا كان عندك قدرة على أن تشفع اشفع لك أن تتخيل شفعت لشخص في مثلا الدخول في الدراسة جامعية مثلا أو تعليم عالي التفاجأت بعد سنوات وإذا به إنسان مؤثر فاعل في المجتمع الفضل لله ثم لك هي كلمة شفعت لإنسان في زواج دعاك أن تشفع له في زواج فحصن نفسه وبنى بيتا شفعت لشخص في مثلا إنهاء مديونيته مثلا وخرج من السجن أو وعاد إلى أسرته الأنواع كثيرة والقصص عديدة ولذلك الإنسان لحبت أن يكون له إسهام هذا المستفيد الأول أنت المستفيد الأول هو أنت لما تقوم بمثل هذا الدور إذن هذا أحد أنواع السعادة لما تكون ثقافة عند الأسرة صدقوني بأن الأسرة ستكون سعيدة أنا أعلم أسر فعلا يعيشون يعني بمثل هذه الثقافة تجد أفراد الأسرة ما منهم أحد إلا وهو له إسهامات مجتمعية عنده عمل تطوي الرجال والنساء الذكور والإناث الصغار والكبار عندهم مشاركات وإسهامات هذا ما يدعون إليه ديننا ولله الحمد لذلك الذي يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن هذا أخذ حيز كبير في هديه وسيرته وفي توجيهاته وإرشاداته صلى الله عليه وسلم على أن يكون لنا بذل وعطاء إن لم يكن شيء ما عندك شيء تقوم به كف شركة عن الناس فهو صدق كف شركة عن الناس فهو صدق بمعنى لا تكون قاطعة طريق أمام أهل الخير لأن بعض الناس الآن قد يدفعه الحسد إلى أن ينتقد مثلا مثل ما كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الرجل بصدقة قليلة استهزوا فيه قال هل يقبل الله منك هذه وإذا جاء بصدقة كبيرة قالوا رياء الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم المعنى بأن هناك أسر ولله الحمد منتجة أسر فيها عطاء فيها بذل فإن لم يكن على أقل تقديرك فشرك عن الناس ابتسامتك في وجه أخيك صدق النبي عليه الصلاة والسلام جعل النية الصالحة في التفكير في الخير صدق أنت جالس في غرفتك في مجلسك تفكر تقول لو أني عندي مال بنيت مسجد عملت كذا لك الأجر والثوب تؤجر على هذه الني كذلك إخواني وأخواتي من طرق وأسباب السعادة تقوى الله عز وجل تقوى الله عز وجل هذه التقوى التي امتلأت نصوص سور القرآن بالتقوى الدعوة إلى التقوى الأمر بالتقوى اللهم على المتقين يحب المتقين فاتقوا الله شيء عجيب سبحان الله العظيم التقوى أخذت مساحة كبيرة في القرآن أخذت مساحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام طي ما هي التقوى تقوى أمر يسير سهل لمن يسره الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوصى بعض الصحابة لما أراد سفرا سأل النبي وصية قال اتقل الله حيث ما كنت اتقل الله حيث ما كنت أين يعني تقوى الله عز وجل لا تخضع لمكان ولا لزمان ولا لحالة معين لا أين ما كنت حيث ما كنت ولذلك يقول الأول تقوى الله ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهك بعض الناس يتق الله في بلد لكن إذا سافر ألقى عباءة التقوى وتهتك أين التقوى؟ التقوى هي اختبار امتحال لك ولذلك السعيد أو الذي يريد السعادة حقا هو التقي التقي لأن التقوى الله عز وجل هي كنس لأوضار الصدور والقلوب تقوى الله هي تنظيف لما يعلق في النفس من الآثام والخطايا تقوى الله عز وجل هي مراقبة الله عز وجل في الخلوة والجلوة وفي السر والعلانية وعلى كل حال ولذلك يقول بعض العلماء تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وبعض العلماء يقول تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين النار الله وقايا بفعل أوامري واجتناب نواهي ولذلك سبحان الله رضا أكثر الناس سعادهم أهل التقوى لماذا؟ لأنهم برآاء أهل التقوى دائما يعيشون حياة رضية وعيشة هنية أهل سعادة السعادة ليست ب يعني مثلا لبس الثياب أو التحلي ببعض الأشياء أبدا أبدا كم من مدفوع بالأبواب لا يؤبه له ذو طمرين من أسعد الناس من أسعد الناس قد يكون رجل يكنس الشارع لكنه سعيد لماذا؟ لأنه متقي لله عز وجل والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوى الله عز وجل نور وبرهان يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيميز فيه بين الحق والباطل وبين الظلام والنور لذلك تجد أهل التقوى دائما يضعون أقدامهم في المربعات الصحيحة لكن الذين بعيدين عن تقوى الله عز وجل تجيب تخبطون في هذه الحياة تعساء هؤلاء خاصة المؤمن لما ينحرف عن طريق التقوى هناك النفس اللوامة والصراع بعض الناس لا يشعر بالسعادة لماذا؟ لأنه خالف الفطرة وقع في شيء يعلم بأنه حرام ولذلك تجد في صراع وتجاذب النفس اللوامة تتفاعل حينما يحصل يعني وقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى كذلك أخواني وأخواتي من أسباب السعادة ذكر الله عز وجل هذا الذكر العظيم الذي سهله الله على اللسان ويسره سبحانه وتعالى ولذلك يقول تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله بلسم ذكر الله دواء ذكر الله جنة ذكر الله يهب على القلوب هبات النسم العليلة في الليلة الباردة ولذلك من تعلق بذكر الله عز وجل شعر بسعادة متناهية أخواني وأخواتي من الناس خاصة في زماننا وقتنا يبحثون عن السعادة ولكن في غير مضانه وللأسف الشديد وقع كثير من الناس ضحايا لبعض من يزيل لهم أن السعادة هنا والواقع بأن هذه كهوف مظلمة يعني مثلا فيما يتعلق ببعض الدورات وبعض البرمجيات وبعض الأشياء التي في واقع الأمر تتصادم مع الفطرة السليمة تتصادم مع النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعجب العجب كما قال الأول ومن العجائب والعجائب جمه قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محموله الآن السعادة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي مساعدة الفقر والمساكين وفي ذكر الله عز وجل وفي تقواه وفي تقديم يعني يكون الإنسان دور فاعل في المجتمع يذهب بعض الناس ويدخل في متاهات وسراديب ومسارب ضيقة يظن أن السعادة فيها والواقع أن الهلكة فيها لدرجة أن كثير من الناس انتهى به المطاف إلى الانتحار من الناس من انتهى به المطاف إلى الجنون من الناس من انتهى به المطاف إلى سلب الإيمان ومن الناس من وفقه الله عز وجل فعاد إلى عش السعادة عاد إلى عش السعادة ورجع إلى البيئة النظيفة الطاهرة حينما فعلا اكتشف بأن هذه الطرق التي ترسم لغرض طلب السعادة في واقع الأمر ليست هي الطريق السليمة إنما الطرق السليمة ما ذكرت وهذا بعض إخواني واخات ولذلك من المهم جدا أن نهتم كأسر وأسر وأفراد أسر نهتم بمثل هذه الأشياء حتى لا نخطئ الطريق في البحث عن السعادة أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من السعدة وأن يلحقنا وإياكم بالأنبياء وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم أن يوفقنا وإياكم من كل خير ألتقيكم في لقاء قادم بحول الله إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته